شهد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة في مدينة سيؤول حفل التوقيع على اتفاقية التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وهيئة التقييم والمراجعة للتأمين الصحي بجمهورية كوريا الجنوبية فيما يخص الأنظمة المعلوماتية المعنية بنظام التأمين الصحي وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة أهمية هذه الاتفاقية التي تشمل توفير الأنظمة المعلوماتية التي تخص نظام الضمان الصحي والتي تشمل ثلاثة أنظمة رئيسية أولها نظام المعلومات التأمينية ثم معلومات إدارة الأدوية ثم تحليل المعلومات الصحية في جميع الأنظمة وأكد معالي أن إحدى الأولويات الاستراتيجية في الخدمة الوطنية لصحة هي العمل على بنية احتية قوية وفعالة لتشغيل نظم المعلومات الصحية والصحة الإلكترونية وأشدد على أن وجود نظام معلومات فعال وملف إلكتروني وطني موحد سيسهل عملية تشخيص الأمراض وعلاجها بالدقة المطلوبة وكذلك يمنع ازدواجية الخدمات وبالأخص في وصف الأدوية والفحوصات المخبرية والتصوير التشخيصي كما يساعد في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالإضافة إلى ما توفره نظم المعلومات الصحية من آليات فعالة لقياس ومراقبة الأداء والحصول على المؤشرات الإنتاجية للمرافق الصحية بسرعة وسهولة ترجمة نانسي قنقر